رغم استمرار المعارك التي على اشدها في اليمن يبقي التحالف العربي الشقة الانساني في اولوياته التحالف العربي اكد استمرار منح التصاريح للسفن المتوجهة الى ميناء الحديدة باليمن لعدم قطع شريان المساعدات عن الشعب اليمني في المقابل تواصل ميليشيات الحوثي الموالية لايران انتهاكاتها بحق المدنيين مع استمرار معارك الحديدة وتستهدف الميليشيات اليمنيين في منازلهم واحيائهم بقصف عشوائي اسفر عن وقوع عشرات الضحايا فضلا عن استخدامهم المدنيين دروعا بشرية واستهدافهم عبر الاف الالغام المطمورة في طرقاتهم مع تعزيز المقاومة اليمنية المشتركة لقواتها على جبهة الساحل الغربي بدعم من التحالف العربي تحاول ميليشيات الحوثي بوسائل كثيرة اعاقة المقاومة عن تحقيق مزيدا من التقدم والانتصارات تمهيدا لتحرير الحديدة وتطال هذه الوسائل بالدرجة الاولى المدنيين العزل في مناطق مختلفة بالمدينة التتعمد ميليشيات الحوثي استخدام القصف العشوائي منذ بدء المعارك بحسب مصادر عسكرية فبالامس طال قصف للميليشيات مناطق في محيط مطار الحديدة اودى بحياة تسعة مدنيين عدا عن اصابة اخرين الانتهاكات الحوثية لا تتوقف عند هذا الحد فلم تتوانى الميليشيات عن استخدام المدنيين دروعا بشرية بل وتستخدم منازلهم في الاحياء السكنية عنوة لاخفاء الاسلحة والمتفجرات وهو ما اكدتهم مصادر ميدانية قالت ايضا ان الحوثيين يرفضون السماح للمدنيين بمغادرة منازلهم كما وتستمر الميليشيات في اعتقال كل من يعارض اوامرها في الحديدة او غيرها من المناطق بل وتجبر المدنيين ومن بينهم الاطفال وطلبة المدارس على الانخراط في جبهات القتال الا ان الخطير ايضا في تلك الانتهاكات هو زرع الاف الالغام في مناطق عدة وهو ما رصدته العديد من المنظمات الانسانية والدولية اذ تحدثت مصادر في التحالف العربي عن رصد اكثر من ستمائة الف لغم في المناطق المحررة من قبضة الحوثيين الغام ادت الى وقوع عشرات الضحايا من المدنيين وعمليات تدمير للبنية التحتية ولمواجهة ذلك الخطر نظمت قوات التحالف العربي قبل ايام مهمة انسانية تستهدف توعية الاطفال من مخاطر وانواع الالغام وفي الوقت ذاته تستمر عمليات التحالف العربي لدعم قوات المقاومة اليمنية المشتركة للقضاء على الممارسات الارهابية التي تنتهجها ميليشيات الحوثي معنا الان من لندن الدبلوماسي اليمني السابق السفير عبدالوهاب طواف ساعة السفير مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الاخبار في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية للمقاومة اليمنية مدعومة بالتحالف العربي واضح ان الميليشيات الحوثية ربما للتعويض عن النقص في امكاناتها الميدانية في مواجهة المقاومة تلجأ الى ربما اساليب اخرى تتعلق باستغلال السكان سكان خاصة في منطقة الحديدة لترويعهم والقيام بكل هذه الامور الى اي مدى هذه المسائل قد تعيق التقدم العسكري المطرد سواء في محيط الحديدة او في الساحل الغربي بشكل عام الحكومة اليمنية والتحالف ذهبوا الى معركة الساحل وهم يعلموا انهم ليسوا في نزهة وان التكلفة كبيرة ويعلم كذلك الشعب اليمني ان تكلفة تطهير المدن المتبكية تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الايرانية الارهابية كلفتها كبيرة ولكن عدم الذهاب وعدم تطهير هذا المدن تعتبر تكلفة تامميتة للشعب اليمني اليوم وفي المستقبل هذه الميليشيات يلجأوا الى الحرب القبيرة عبر استخدام المدنيين عبر تفخيخ الارض عبر الدفع بالناس الى حافة الهاوية للتسبب بكارثة انسانية الاستغلال هذه خارجيا وكذلك ارسال رسالة للداخل والخارج اننا لن نخرج من اي مدينة الا بتدميرها والدفع بالناس الى الموت وبالتالي محاولة تقبل هذه الميليشيات التحالف والحكومة اليمنية ذهبوا الى المعركة وتعتبر الحديدة حالها منتهية ولكن الان هناك معركة ليست بالهينة حقيقة لان الحكومة والتحالف داخلهم في المعركة وعينهم على المواطنين ومنتلكاتهم وبالتالي هي عملي معقدة وهذه الميليشيات لا تتورى في العمل اي شيء اليوم قبل حوالي الساعات توصلت مع احدى القيادات الهامة في الساحل واطلعني في فيديو على الاف الالغام الفردية منها وكذلك الثقيلة بعض الالغام تصل حجمها الى 500 كيلو نصفا ويتم على جتال استخدامها ضد الافراد وبالتالي راحوا اسر على ما هي وبالتالي حقيقة الحكومة اليمنية والتحالف ليسوا في مهمها بسيطة او نصفا لان الميليشيات زرعوا كل ما يمكن ان يزرعوا في الارض لتوقيف هذه القوات وكذلك التمترس وراء المدنيين وهذه حقيقة ستؤخر التطهير المدينة لايام لكن الشيء الواضح ان المواطنين ويكاد مجمعين الشعب اليمني على ضرورة التطهير المدينة قبل حوالي ساعتين عملت استبيان في صفحتي في الفيسبوك على اساس السؤال الاول التطهير المدينة عسكريا او تسليم الميناء للممتحدة وبقى هذه الميليشيات الارهابية في المدينة وكان الرد الاستجد في صفحتي 98 مع تطهير المدينة عبر القوات المسلحة لان في هذا حقيقة هي تكلفة ولكنها ستريحنا في المستقبل لان هذه ميليشيات ميليشيات ارهابية لا تعرف الا الموت لا تعرف الا تدمير ستحيل اليمن الى بؤرة دمار الداخلية وخارجية وربما ما يزيد من دقة وحساسية هذه العمليات سعادة السفير هي حرص التحالف العربي على اولا الابقاء على سير العمليات العسكرية من جهة ومن جهة اخرى الابقاء على تدفق المساعدات الانسانية الى الناس في الحديدة وفي مراتق اخرى بالمناسبة هناك تصاريح ما زالت تمنح للسفن التي تصل الى محيط ميناء الحديدة ولكن لا نعلم حقيقة عما اذا كانت ميليشيات الحوثي تسبح لكل هذه السفن بالرسو وبتفريغ حمولتها وبوصول هذه المساعدات الى مستحقية هل لديك اية معلومات حول هذا الموضوع طبعا هذه الميليشيات تعرقل دخول السفن الى الميناء لحداث ازمة انسانية كما تقضع المياه عن المدينة كما تقضع اوصال الشوارع بعضها وبعض وتدفع بالحياة المدنيين الى الهاوية لانهم من وراء هذا يريدوا ان يرسلوا رسالة للخارج ان الاستمرار في تطهير المدينة سيكلف المدنيين الكثير وبالتالي يحاولوا يتدخل اطراف دولية سواء بحسنية او بسوء نية لان هناك اطراف دولية يريدوا الاوضاع في اليمن ان تضل هكذا وكذلك في منظمات دولية تريد ان تضل الاوضاع هكذا لان وجود المنظمات وطابور او جيش من الموظفين مع هذه المنظمات هناك استفادة وبالتالي لا يريدوا ان تعود هناك اطراف لا تريد ان تعود الحديدة الى الحكومة اليمنية لان بعض المدينة الى صيدرة الحكومة ستنتفي الحاجة لوجود الامم المتحدة وكذلك المنظمات العاملة الان في هذه المنظقة ولكن الناس رغم بشاعة الحرب ورغم كلفتة يتمنتظرين للحسم العسكري والحسم العسكري حقيقة سيخرج حوالي خمسة مليون انسان في الساحل من قبضة هذه الميليشيات من السجل الكبير كما سيكون نافذة امل لبقية مناطق اليمن وبالتالي هم الميليشيات مستمتين على منطقة الساحل لانهم يعلموا ان الانفجار الشعبي قادم لا محالة ولكن يحاولوا ان يستثمروا هذه الخسارة التي يخسروها في الساحل واحراز نقاط تفاوضية للمستقبل هم يعلموا انهم سيغادر الساحل وهناك كلفة بشرية واستنزاف كبير لهم في الساحل عبد محاولة الآن قطع خطوط اتصال خطوط اتصال او الامدادات في الساحل الممتد حوالي مئة كيلو يحاولوا يزجوا بالمغرر بهم من ابناءنا ولكن الكلفة عليهم طاهبة وهناك استنزاف كبير في المعدات وفي العام البشري كما ان سياسيا مثلا فشلوا الآن في اقناع عظام في صنعاء في الاجتماع يوم 30 يوم السبت هناك فكاك جماهيري كامل هناك يعني اصوات بدأت ترتفع رغم الكبت ورغم الاستخدام السلاح لتوقيف اي اصوات معارضة ولكن هم يعلموا ان خروج الحديدة ستكلفهم الكثير سواء على الارض او معنويا لدى الناس وستشجع الملايين من الناس للخروج ضد هذه المليشيات وبالتالي تتحرد المناطق المتبقية تحت سيدرة هذه المليشيات شكرا لك السفير عبدالوهاب طواف الدبلوماسي اليمني السابق لانا معنا مباشرة من لندن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة